في هذه المباراة الصعبة يا أستاذ جمالي اللي بتخلينا في ظل الأجواء الجمالية ولكن معلومش قبل بس ما أبدأ مع حضراتكم لأنه مهم أنا لما سؤلت قبل المباراة طول ما جمالي المباراة فنياً إحنا أفضل لكن قد تكون الأجواء الجمالية لو سألتنا أنا كلعيب أقولك أن أنا نفسي أحب ألعب المتشد قوي إيه رأي حضرتك؟ بص هي أولاً المباراة يعني فنياً فعلاً نادي الأهلي هو الأفضل وهو المرشح الأكبر لكن نتيجة المباراة الأولى اللي كانت في القاهرة وإحراز الرجاء لهدف كان مهم جداً بالنسبة لهم أعتقد أنه هو صعب أو زود أهمية المباراة بالنسبة للنادي الأهلي طبعاً ضاعف بقى المشكلة كمان الأجواء مش هقول الأجواء مش هوصفها بأنها أجواء غير رياضية هي أجواء رياضية لكنها ملتعبة جداً بنسبة جميلة جداً أجواء رياضية وجميلة وبنشوفها كتير بالزبط لكن لكن ممكن تشكل لو لعبتك مش على المستوى الإراضي والتحدي على المستوى المطلوب ممكن تأثر فيهم جداً وده اللي يحسب جداً ويخلينا ما نتكلمش كتير قوي في النواحي الفنية أثناء المباراة بشوطيها لأن المباراة بدأت أولاً بهدف مبكر لفريق الرجاء فده ألقى على لعب الأهلي مسئولية كمان كبيرة الفارق اللي انت ده بيفكرني شوية بمباراة مصر والسنغال يعني تقريباً الجون جي برضو في وقت مبكر فانتهى الفارق اللي انت رايح به يعني انت رايح أساساً ومحتفظ بفارق هدف فمعنى ان انت تفقد هذا الفارق في الدقائق الأولى لكن انا بعتقد ان فرقة النادي الآلي اتعاملت مع هذا الوضع وإضاءة راكل الجزاء برضو اعتقد ان ده بيضعت أكتر كمان طبعاً مانا لسه أقول حدودك ايه رغم كمان ان انت قدرت ان انت تتخلص من المشكلة اللي ترتبت على إحراز الهدف بتاع الرجاء انت كمان أضعت ضرب الجزاء في وقت مهم جداً انا بعتقد برضو يا أستاذ جمال معرفش صح ولا غلط اقول ايه يعني انا بشوف ان النادي الآلي الشوت الاول تحديداً او الشوت الاول ما بعد الهدف اللي دخل فينا واحدة من أفضل 40 ديئة وخفة 40 ديئة لنادي الآلي ما هو ده ما هو ده الفارق يعني لما تيجي تقارن المباراة دي بمباراة مثلا منتخب مصر والسنغال اعتقد ان منتخب مصر لم يتعامل مع مباراته امام السنغال بنفس الروح يعني وهنا ده شيء يحسب جداً للعيبة النادي الآلي ان هما بعد ما جي الهدف في دي اربعة او حاجة كده مبكر اه مبكر جداً تحولوا واصبحوا بيلعبوا على ان هما خلاص ما بقاش في الفارق اللي انا محتفظ به اللي هو مريحني فبلعب على اني اولا ان انا لازم اجيب جون لما يضيع كمان فرصة احراز الهدف من خلال ضربة الجزاء لا ده برضو يعمل رد فعل سلبي على فرقة النادي الآلي ومع ذلك لم يفقد الفريق تماسكه وسيطرته الى ان احرز الهدف قبل نهاية الشوت الاول بدقائق يعني في الدقائق الاخيرة فمسألة بقى الشوت التاني انت تلعبه ازاي اعتقد ان الاهلي كان خلاص متحكم في الراتم انت تلعب خلاصة في الان سياك احرز والفرق ابو ليل ذو وبالا استرOpen الفر pemحيد